لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا حسن أقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا رحب بيكم أعظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وإحنا عنوان حلقتنا النهاردة الله يتلاعب بالإنسان هنتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نتائج التحسين والتقبيح الشرعيين اللي بيعتقدوا به الأشعارة وابن حجر طبعا وشفنا الشيخ البراق قال فكل عقل يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الضبر وفضل اليد على الرجل وفضل اليمين على الشمال فتطابق على ذلك الشرع والعقل وبكده الإنسان المفروض أنه عنده عقل وإدراك وكدرة ومشيئة وفعل والأشعارة المفروض أن مصدر التلقي عندهم هو العقل لكن عند التحسين والتقبيح قالوا لأ مصدر التلقي الشرع فبالتالي يراحوا له العقل وابن حجر أكد الكلام ده وقال أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن ذلك راجع إلى الشرع وبكده مش بيعرفوا يفرقوا بين الفعل وعكسه ومعروف أن التكليف مش بيكون إلا بوجود عقل مدرك ومميز فلو كان العقل غير مدرك وغير مميز فإن فايدة الشعرة وفي حلقة النهاردة هنشوف الجزء الثاني من المعادلة إزاي التحسين والتقبيح الشرعيين بيلغوا القدرة للإنسان وهنشوف مع بعض المعادلة برة كمان الإنسان بيساوي العقل ولا إدراك زائد قدرة ومشيئة زائد فعل لا عقل ولا إدراك إحنا أثبتناها الحلقة اللي فاتت في الحلقة دي والحلقات الجاية هنتكلم عن القدرة والمشيئة زائد الفعل وهنبدأ بالقدرة الحلقة الجاية هنتكلم عن المشيئة وهنشوف ابن حجر بيقول إيه عن القدرة الكلام ده إحنا تكلمنا بالتفصيل فيه في حلقة رقم 24 وكانت الحلقة بعنوان ابن حجر بين الجبرية والقدرية لكن كان الموضوع بيختلف عن حلقة النهاردة وهنشوف أول مرجع في سهل بخير كتاب التوحيد بيقول وللعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منها ولكن لا تأثير عليها طبعا منلاحظ أن ابن حجر بيتناقض مع نفسه هنا لدرجة أنه بيتلاعب بالكلام أول الجملة بيقول بيقول كده وللعبد قدرة وفي آخر الجملة بيقول ولكن لا تأثير لها والجملتين على بعض للعبد قدرة ولكن لا تأثير لها يعني إما تكون للعبد قدرة ويكون لها تأثير وده هو معنى القدرة لأن الإنسان اللي ليه قدرة بيأثر لكن لو قلنا إنسان ليه قدرة لكن قدرته ملهاش أي تأثير يبقى يا إنسان عاجز أو ما عندهش قدرة أصلا والمعنى ده بيأكده ابن حجر في شرح حديث آخر خلينا نشوف فين في فتح الباري شرح سهي البخاري كتاب القدر باب في القدر بيقول وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور وده بمعنى آخر بيقول للعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور وده معناها إن للعبد قدرة عاجزة في المقدور وطبعا من المستحيل إن الإنسان يكون ليه قدرة لا تأثير لها أو قدرة غير مؤثرة فقط فلازم يكون فيه بديل للقدرة الإنسان اللي مش موجودة حسب كلام ابن حجر هنشوف نفس اللي احنا قلناه أو نقلناه من كلام ابن حجر والمرة دي هننقول كمالة كلامه علشان نعرف البديل لقدرة الإنسان اللي بينك وصير مش موجودة اللي قدمها ابن حجر في صحيح البخاري كتاب التوحيد بيقول للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والسقط منها لكن لا تأثير لها بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد على يعني الكلام ده يعني الإنسان ملوش قدرة أصلا الإنسان بدون قدرة لكن لما الإنسان بيكون عايز يعمل حاجة وطبيعي إن القدرة تسبق العمل فأول ما يتحرك الإنسان ده عشان يعمل حاجة فقبل الحركة دي كده يعني بثاني أو جزء من الثاني الله بيخلق للإنسان القدرة أو بيخلق له بيخلق له قدرة علشان الإنسان يقدر يعمل اللي عايز يعمله وأول ما يعمل الإنسان عمله تختفي القدرة دي يعني حاجة كده زي ان الانسان بيكون في حالة في حالة تخدير دائم والله بيدي ليه كده زي منشط وهي دي بينك وسين القدرة وقبل ما يحصل العمل اللي بيعمله يسحب منه المنشط ده مرة تانية ويرجع الانسان عاجز مخدر بدون قدرة وده ممكن لخاصه بكلمة واحدة وهو نظرية الكسب وخلينا نشوف مع بعض جزء من نموذج درس توحيد للصف العشر من صفحة عشرين ونشوف الفيديو اللي جاي مع بعض مجرد مقارنة ومصاحبة قدرة العبد الحادثة المخلوق لله سبحانه وتعالى او المخلوقة للعبد معا يعني انهم يرون ان للعبد قدرة قدرة حادثة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى جميع افعال العباد هذه الافعال المخلوق لله سبحانه وتعالى يقوم بها العباد دون أن يقون لهم أي دخل أو أي تأثير في هذه الأفعال لا بالإيجاب ولا بالسلب فلو تأملنا هذا المذهب لوجدناه أيضا هو نفس مذهب الجبرية فهم سلب العبد جميع القدرة على الإرادة أو الاختيار فهذا المذهب يؤول إلى مذهب الجبرية ويؤكد هذا أيضا قول إمامهم في الفلسفة والكلام الإمام الرازي حيث يقول إن الإنسان مجبور في صورة مختار فلو تأملنا هذه المقولة لوجدناها أيضا مقولة غامضة كيف جعل الإنسان مجبور وفي نفس الوقت جعله مختار أي أنه مجبور في الباطن ولكن الظاهر أمام الناس أنه مختار وهذه نظرية فلسفية غامضة وهنا زي ما شوفنا إنه بيشرح أن هذرية الكسبة عند الأشعارة وإن الله بيخلق للعبد قدرة وقت ما الإنسان يقرر يقوم بأي عمل وإن جميع أفعال العباد هذه الأفعال مخلوقة لله يقوم بها العباد دون أن يكون لهم أي دخل أو أي تأثير في هذه الأفعال لا بالإجاب ولا بالسابق وإن ده نفس منهج الجبرية وأكد لينا بكلام الرازي إن الإنسان مجبور في صورة مختار مجبور بالباطن وفي الظاهر مختار طيب إيه العلاقة بين الكدرة والتحسين والتقبيح وده سؤال ممكن يجي في بال اللي بيسمع الحلقة قوله رغم إنه سؤال وقته بديل لأننا هنوضح أكتر في الحلقة الجاية لكن برضو فيها علاقة مهمة جدا بين اللي قلناه والتحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة وتحديدا عند ابن حجر وزي ما قلنا في بداية الحلقة خلينا نرجع تاني نشوف المعادلة علشان نفع مع علاقة التحسين والتقبيح الشرعيين بالقدرة الإنسان بيساوي عقل وإدراك زائد قدرة مشيئة زائد فعل وأثبتنا من كلام ابن حجر إن الإنسان لعقل له يدرق به حسن الأشياء وقبحها والعمل محتاج الكدرة وطبعا طالما مش موجود شرع والله معطاش الإنسان عقلي يميز به بين الحسن والقبيح وكمان مسلوب الكدرة لكن الله هو اللي بيخلق للإنسان الكدرة ولا عجيب إنها قدرة مؤقتة يعني إحنا دلوقتي قدام اختيارات إما إن الله بيضل للناس أو إن الله يتلاعب بحلقه أو يعبس بيهم وطبعا الفكرة هتوضح أكتر بعد ما نكمل موضوعنا ونرجع لنفس المعادلة اللي قلناها قبل كده في بداية الحلقة الإنسان بيساوي عقل وإدراك زائد كدرة ومشيئة زائد فعل وأثبتنا من كلام ابن حجر حسب عقدته إن التحسين والتقبيح شرع يعين وإن الإنسان بيساوي لا عقل ولا إدراك زائد لا قدرة ومشيئة زائد فعل يعني العقل ملغي لأنه لا يملك الإدراك اللي يميز به حسن الأشياء أو كبحها وبرضو أثبتنا من كلام ابن حجر إن الإنسان ليست له قدرة حقيقية أو زي ما بيقول كده ابن حجر قدرة غير مؤثرة يعني من الآخر مسلوب الإرادة يبقى الإنسان لا عقل ولا إدراك وكمان مسلوب القدرة ودلوقتي أنا هلخص لكم حلقة النهاردة النهاردة تكلمنا عن نقطة القدرة وهي أول نقطة من تاني جزء من المعادلة وشفنا إزاي ابن حجر قال إن الإنسان عنده قدرة بس ملهاش تأثير وقال للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنورة واستقط منها ولكن لا تأثير لها ولغى القدرة وإن قدرة الإنسان دي بيكتسبها من الله لما ينوي يفعل الشيء وإن جميع أفعال لابات هذه الأفعال مخلوقة لله يقوم بها العبد دون أن يكون لهم أي دخل أو تأثير في هذه الأفعال لا بالإجاب ولا بالسلم وبكده لغى العقل والإدراك والقدرة وتبوني الحلقة الجاية علشان نكمل باقي المعادلة إزاي هيلغي مشيئة الإنسان وأنتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر